طيب إحنا الحلقة بتاعتنا بتكون جزئين جزء عن طبعا شهر رمضان الكريم وجزء عن الكورة وذكريات وحاجات كتير جدا خلينا نبدأ بالجزء بتاع الشهر طبعا الفضيل وأسئلة كده من نوع خاص شوية كنا عايزين نعرف بقى يا تارى كابتن ياسر ريان بيخش المطبخ أكيد طبعا تأساسي بالعمر ولا مزاجك لا لا بمزاجي أحب أعمل حاجة بحب أعمله فضي من هواتي أنا في الأيام العادية في رمضان طبعا أنت عارفها بيبقى التوكوز بقى اللي هي بتبقى ستة البيت عندنا اللي هي بتبقى تعمل اللي هي المدام عندي هي اللي بتبقى بتجهز الحاجات دوا كلها ماينفع الشان أدخل أعمل حاجة أبوز الدوني ولا أنت بتبقى أعمل صلى طويل متعبان لا خلقا بالك في رمضان ممكن تعمل أهاية حاجة للأخباط الدوني فأي ماش ناص للأخباط أتعارفها كله بقوا على الحروق ركيان لكن في الأيام العادية طبيعي اللي أنا بحب عايزة أعمل فطار كويس بحب مثلا عايزة أعمل أكلة كويسة وعشان أنا برضو خلي بالك قبل ما أنا أتجوز برضو وأنا كنت عازف فكت طبيعي اللي أنا بعمل لنفسي الأكل وعشان أنا بحبش أكل بره كتير يعني بحب أكل البيت عشان أنت عارف أكل البيت إحنا كالعاب الكرة أكل مغزي بنحب لنطبع معينة ما ينفعش كل أكل يضرني فالأكل اللي أنا بعمل لازم يكون أكل كويس مغزي يفيدني يعني طيب هنسألك بقى بمناسبة الأكل إيه أكتر أكلة بتعرف تعملها كويس صنية لحمة بطاطس دي أنا أساسي فيها صنية البطاطس باللحم أو بطاطس باللحم يعني لحمة بطاطس باللحم اللي أنا بحب أعملها قوي وأحب أعرف طريقة أصبطها يعني بتعملها حمراء لبيضة بما أننا برضو بحب المطبخ بالمناسبة لا أحب أن تبقى بعيد بالسلسة وبالطماطم اللي أنا بحب أعملها والطرنشات البصل عليها طيب دي أكتر أكلة تعرف تعملها إيه أكتر أكلة بقى تحب تأكلها السمك أنا بقى أشاء بقى أكل السمك ممكن أن أكون طول أسبوع سمك كل أسبوع أي أنواع السمك مختلفة أحب أكل أنا الحاجات دي كلها طبعا مع الفرق مع اللحم الحاجات دي بس أنا السمك دي أكل الأساسي بالنسبة لي شكرا